حذر مساعد وزير الخارجي الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقشي من أن فرض أي حظر جديد من الجانب الغربي على إيران سيوقف المحادثات النووية مع القوى العالمية وقال عراقشي في تصريح صحفي أن المسؤولين الأمريكيين يتخذون إجراءات تتعارض مع اتفاق جينيفا النووي وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية وإقناع الكونغرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة والتي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جينيفا واعتبر عراقشي أن حسن النية وإبداء روح التعاون والتفاهم يعدان من مستلزمات أي مفاوضات بناءة وناجحة ولهذا على الطرفين أن يدخل المحادثات بحسن النواية من جهة أخرى أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن مشروع تشييد مستشفى مختصة بالطب النووي قريبا وقال صالحي أن المستشفى ستكون مزودة بمختلف التجهيزات الطبية ومنها أجهزة الطب الإشاعي ومعجل الجسيمات كما ستقدم خدماتها في مجال الطوارئ النووية